في اليمن تستعد قوات الشرعية في محور مدينة ميدي بمحافظة حجة لإطلاق عملية عسكرية نحو مديرية حيدان بعد تحرير المدينة من قبضة الحوثيين إذ يمثل تحريرها ضربة قوية لميليشيات الحوثي نظرا لأهميتها الاستراتيجية بالنشيد الوطني اليمني أحتفل جنود قوات الشرعية في مدينة ميدي بتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية لتتحرر بذلك أول مديرية في محافظة حجة التي تعد المعقل الثاني لأتباع طهران احتفال النصر على ميليشيات الحوثي وسط المدينة شاركت فيه السلطة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى قادة عسكريين يمنيين وقادة من التحالف العربي أمامنا عدو متمرد يخرب المنطقة العربية وهو عملاء إيران فإن شاء الله نحن في مدينة ميدي تم تحريرها تحريرا كامل ووضع على عالم الجمهورية اليمنية وإن شاء الله في تقدم المطلوب منكم بذل الجهود والمتابعة والصبر والتحمل حتى يكمل تحرير بلدان غالي طرد ميليشيات الحوثي من ميدي إنجاز عسكري جديد يضاف إلى سلسلة انتصارات أخرى في جبهات عدة لقوات الشرعية اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي التحرير جاء إثر عملية عسكرية خاطفة لقوات الشرعية فالمباني التي كان يتمركز فيها قناصة الحوثيين تم تطهيرها ونفذت القوات عملية ملاحقة للحوثيين في أزقة الأحياء السكنية تم تحرير مدينة ميدي بالكامل بعد الأسر كثير منهم والقاتل كثير منهم والآن سننطلق إلى مدينة حراب تحريرها وما بعد حراب حتى الحديدة لدحل الأنقلابيين قوات التحالف العربي التي لعبت الدور الأبرز في تحرير مدينة ميدي وفرت غطاء جويا للمقاتلين على الأرض منذ انطلاق العملية العسكرية ما سهل حسم المعركة خلال فترة وجيزة وتعد عملية تحرير ميدي بالنسبة لميليشيات الحوثي الإيرانية خسارة كبيرة نظرا لأهمية منفذها البحري حيث مثلت مع مينائها مدخلا لتموين الميليشيات بالسلاح والعتاد ويقول عسكريون إن السيطرة على ميدي ستسهم في قلب موازين المواجهات التي تجري حاليا على أكثر من جبهة ولمدينة ميدي أهمية عسكرية بالنسبة لقوات شرعية فقد باتت نقطة انطلاق نحو جبهات أخرى في المحافظة خصوصا في مديريتي عبس وحيران ينضم لينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب اليمنية دكتور حمزة الكمالي أهلا بك دكتور حمزة ومساء الخير نبدأ بالتطور الميداني ما الذي يمثله السيطرة على ميدي بشكل كامل وكيف ينعكس على التطور والتقدم في هذه الجبهة أولا في البداية ميدي لم تكن هذه أول مرة يتم التقدم فيها لكن كسر الحجز العسكري الذي كان يمثل الحوثيين بزراعة الألغام للمدينة كاملة على حدود بعد الميناء كان الميناء هو المنطقة التي حررتها قوات شرعية من قبل لكن اليوم أصبح التحرير كامل لمدينة ميدي ميدي هي تعتبر الميناء الرئيسي الذي يتم النقل فيها السلاح مباشرة إلى صعدة وإلى حجة ومنه يتم استهداف الحدود على حدود المملكة العربية السعودية اليوم تأمين هذا المكان بشكل كامل هو مفتاح أمام دخول لبقية مناطق حجة حجة مهمة استراتيجيا وعسكريا بشكل كبير جدا لميليشية الحوثي نعلن جيدا بأنه عبد الملك الحوثي إذا لم يكن قد هرب من اليمن أو هو في إيران فهو قطعا إما في صعدة أو في حجة فتحرير حجة وصعدة بنفس الوقت مع التقدم على محور صعدة وفي الملاحظ أمر في غاية الأهمية ويمثل أسلوب الأنجع والأهم في ضرب رأس الأفعى عبد الملك الحوثي والقضاء على رأس الانقلاب الميليشيات الإيرانية في هذه اللحظة الأمر الآخر هنا أنه المدن الحدودية أو المديريات الحدودية من مدينة حجة ومدينة صعدة تمثل المكان التمركز الرئيسي وماكن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى وماكن إطلاق المقذوفات هذا التحرك على مستوى ميدي ودحر هذه المنطقة وبعدها عبس وبعدها مناطق أخرى كحارض وشفر كل هذه المديريات المهمة في حجة ستكون مهمة جدا في ضرب الحوثيين في مراكز قوتهم الرئيسية تقدم الميداني في أكثر من جبهة خاصة من المنطقة الشمالية باتجاه الجنوب اليمني ارتباطه بالتصعيد الأخير وتصريحات أيضا الأخيرة لصالح الصماد بأن ستكون هناك صواريخ باليستية أكثر تطلق باتجاه السعودية كيف تنظر إلى الرابط أولا أنا أقول شيء مهم جدا ضرب الصواريخ من الحوثيين بهذه الطريقة المجنونة والحمقاء في ظل الحديث عن تسوية سياسية وفي ظل الجهود التي يقوم بها المبعوث الأمم الجديد هي رسالة للداخل أكثر ما هي الرسالة للخارجية رسالة للداخل بأنه يحاول أن يلملم من عزائمهم هزائم متلاحق خسارة ميدي تعتبر خسارة مهمة جدا لا تقل أهمية عن أحد المناطق في قلب صعدة خسارة ميدي هو يريد أن يعوض قواته في الداخل فيحاول أن يصنع نصر واهمي هو يعلم جيدا بأنه لن يستطيع اختلاق بلطارية الصواريخ لن يستطيع اختلاق مضادات الصواريخ التي تواجدها في المملكة في كل مدن السعودية فهو يحاول أن يصنع هذا النصر أنا أعتقد أنه تعبير عن ضعف أكثر ما هو تعبير عن قوة والأمر الأهم من ذلك هذا السلاح ليس يمنيا هذا السلاح إيراني لا يمكن من لا يستطيع أن يوفر معاشات يعني عمال النظافة في صنع لا يمكن أن يطور أسلحة ويكذب على الناس ويقول بل أنه يستطيع أن يطور أسلحة هذه أسلحة إيرانية نقلت إلى هذه الميليشيات وتستخدم للضغط على التحالف العربي للتراجع عن دعم الشرعية وإعادة الدولة في اليمن لا يمكن أن يتم القضاء على إطلاق الصواريخ بشكل كامل إلا بتحرير كافة الأراضي اليمنية وإعادة الشرعية الحوثيون حتى لو بقى لهم متر واحد فقط من الأرض سيستخدمونه لإطلاق الصواريخ لذلك أنا أعتقد أنه إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب بشكل كامل كفيلة بإيقاف الخطر عن المملكة العربية السعودية وإيقاف الخطر عن المنافذ البحرية وكما تابعنا في قناتكم التقارير عن استهداف الناقلة للنفط السعودية واستهداف تحركات على المياه الإقليمية نعم كيف يستفاد من هذا التقدم في دعم الاستقرار في كثير من المناطق المحررة هل يتم الاستفادة بشكل كبير خاصة وأن نطاق الاشتباك يصبح أبعد من المناطق المحررة في السابق أنا أقول شيء مهم جدا اليوم الحوثيون يتم التقدم يعني تم تحرير الشرق غرب الشرق اليمن بشكل كامل تم تلحين المناطق الجنوبية من اليمن بشكل كامل هناك تقدم كبير ومهم في تعز هناك أيضا تحرك على مستوى الجوف وعلى مستوى الصعدة الحوثيين اليوم ينحسرون في دائرة ضيقة هي دائرة سيطرتهم هي صنعاء والملاطق المحيطة بها بشكل أو بآخر هذا إطباق الحصار على الحوثيين وإغلاق المنافذ البحرية وإغلاق أيضا المنافذ البرية بشكل كامل وتأمين الشريط الحدودي بين المملكة واليمن أمر مهم جدا لأنه يقطع أي طريق إمداد على الحوثيين الحوثيون يعيشون على السلاح الذي يتم تهريبه عبر الإيرانيين لذلك نحن نتحدث بكل وضوح بأنه بقاء الحديدة بيد الحوثيين أمام مجتمع الدولي الذين يحاولون يزايدوا بالورقة يزايدوا بالورقة الإنسانية بموضوع الحديدة إنه بقاء الحديدة بيد الحوثيين يعني تهريب مزيد من السلاح يعني مزيد من الحرب إطالة الأمد للحرب تحليل الحديدة وإعادة الحديدة كفيلة بقطع الطريق آخر الطرق التي تؤدي لإيصال السلاح للحوثيين لذلك أنا أعتقد أن الحوثيين يوم في موقف صعب الحوثيين يقصرون الحوثيين يحسرون ومشروعهم يفشل لأنه مشروع فاشل وغير مقبولة على المستوى اليمني هناك ترتيبات كما تصل من المعلومات هناك ترتيبات على الساحل هناك ترتيبات على جبهة نهم هناك ترتيبات على جبهات صعدة وتقدم كبيرة الأمر بالنسبة للتحالف والشرعية محسوم بما يخص إنهاء هذا الانقلاب الكامل والانفتاح أيضا على الحل السياسي واللقاء مع المبعوث الأممي هو أيضا أمر مهم للتأكيد للعالم بأنه لم يكن الحرب خيارنا وبأنه السلام خيارنا لكن الحوثي ليس هناك طريقة مثلة للتعامل معه إلا بأطراف البناد نعم دعنا نقترب أيضا معك من يعني الآن المهمة الجديدة للمبعوث الجديد كيف تقيمها حتى الآن فرص تحقيق اختراق في هذه المرحلة دكتور حمزة كيف تراها أولا المبعوث الجديد المبعوث الجديد لليمن قام بجولة كبيرة جدا فزار صنعاء وزار أيضا زار أولا الرئيس عبد الرب منصور هادي وقابل معاه نائب الرئيس ورئيس الوزراء وزير الخارجية وقابل أيضا المنشاة الإنقلابية في صنعاء وذهب أيضا لمقابلة أيضا الأطراف المعنية في أبوظبيو وفي الرياض وفي مناطق أخرى وفي مسقط وقابل أيضا المؤتمر الشعبي العام وقام بجولة مكوكية لكل هذه الأماكن ومن ثم عاد لمقابلة الرئيس قبل إنهاء وعطاء تقرير النهائي إلى المجلس ما خرج به حسب علمي أن الرجل بأنه ليس هناك سبيل إلا بالتمسك بالمرجيئات الثلاث التمسك بالمرجيئات الثلاث معناه أن يكون هناك خط واضح للحل أما الذهاب نحو حلول ومقترحات أخرى أعتقد أنه يهرب من الواقع الحل في اليمن يكمل في التمسك المرجيئات الثلاث الانفتاح من قبل الحكومة الشرعية ومن التحالف العربي وتسهيل مهمة المبعوث هو رسالة من الشرعية ومن التحالف إلى العالم بأنهم مع خيار السلام وبأنهم أكثر حصة للسلام إطلاق الحوثيين للصواريخ الإيرانية في هذه اللحظة بالذات هو أيضا رسالة للعالم رسالة بأنهم لا يريدون السلام وبأنهم لا يكترثون باليمن ولا بشعبها ولا بالحالة الإنسانية الصعبة التي وصلها الشعب بسبب انقلابهم لذلك أنا أقول أن المبعوث الأممي يجب أن تكون لديه الصورة واضحة وأن يكون أكثر جراءة ووضوح وقوة وشكاعة في تحديد من الذي يعرق العملية السلام اليوم من الذي لا يريد السلام من الذي يطلق الصواريخ من الذي ما زال يحاصر أطراف الشمالية المدينة التعز من الذي ما زال يقند ما زال يفقر ما زال يقتل ما زال يحبس المعتقلين من الذي يتكف بكل هذه الانتهاكات ومن الذي يحريص على السلام ويريد الأمن والاستقرار اليمن لذلك أعتقد أنه لكن دكتور حمزة أنت عملت كثيرا مع أيضا المؤسسات دولية لإضاحة هذه الصورة هل تبدو يعني هذه الصورة الآن أوضح من السابق للمجتمع الدولي أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يوم بعد يوم بسبب حماقة الحوثيين وارتكابهم لهذه الأفعال الطائشة والحمقاء بمحاولة تهديد الأمن العربي أعتقد أنه أمامه الصورة واضحة الآن بأن هؤلاء الانقلابيون مجرد ورقة وبيضة تستخدمه إيران للضغط بعد ما رأينا الضغط الكبير في سوريا خلال الأيام الماضية يعني حتى توقيت إطلاق الصواريخ في هذه اللحظة كأنه رد من إيران رد من خامنائي على العالم بأنه يتحدى وبأنه سيشعر المنطقة لذلك أنا أقول أنه مهم جدا أن يتم تكثيف هذه الرسالة رسالة بأن الحوثيون لا يريدون السلام وهذه الرسالة واضحة رغم أننا الإعلام الغربي كما تعلم مضلل وليس لديه صورة واضحة على اليمن لكن على مستوى الدبلوماسيين وعلى مستوى صناع القرار أنا أؤكد لك الصورة واضحة جدا 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 بأن هناك ميليشيات إيرانية رخيصة لا تمتلك حتى قرار الحرب والسلم كما يقولون ولا تمتلك حتى قرار الحفاظ على اليمن على الأرض على الإنسان على المجتمع هذه الميليشيات تقود حرب غوغائية وغبية لتسيطر على السلطة التي لن تستطيع التمسك بها حتى في صنعاء وفي صعدة وفي عمران وأن شاء الله يكون خلال أيام القادمة التقدم في صعدة وفي حجة واضح وجلي بأن هذا المشروع ينتهي وأن هؤلاء القلة المغرر بهم سينتهي بهم الأمر إما مقتولين أو أنهم يسلمون أنفسهم لقوة الشرعية والتحالف التي تعمل من أجل اليمن واليمني أيضا من ضمن الأهداف للشرعية والتحالف هو دعم الاستقرار في المناطق المحررة دكتور حمزة من ضمن التطورات ما أعلنه محافظة البنك المركز اليمني قرارات منها اعتماد المواد الأساسي اعتماد الشيكات يعني أهمية هذه القرارات لدعم الاستقرار في هذه المناطق كيف تقيمها محافظة البنك المركز بالفعل قام باجتماع اليوم في عدن بعد أن تم تحويل الوديع المالية من المملكة العربية السعودية وبعد الدعم الكبير الذي قدمته دول التحالف العربية على رأسها المملكة والإمارات بما يخص قطاع المساعدات الإنسانية لمحاولة إنعاش الاقتصاد ومحاولة إنعاش عمل المنظمات التي للأسف المنظمة الدولية التي للأسف يعني لنا تحفظت كثير على طريقة عملها في اليمن لكن هذا الدعم السخي من التحالف العربي والعمل على إحلال يعني استعادة المؤسسات لإصلاح الطرق وكما تعلم بأنه مشروع الاستقامة الإنسانية الكبيرة التي تقوم به المملكة العربية السعودية والأسف السفير السعودي بما يخص إصلاح الطرقات وإصلاح القطاع وإرسال الرافعات لميناء الحديدة وإرسال أيضا إصلاح الميناء عادا هذا كله من شأنه إعادة تأهيل البنية التحتية إعادة تأهيل البنية التحتية لا يعني فقط أننا سأقوم بإصال المساعدات فقط يعني أيضا أعيد الحركة المالية أعيد المشاريع أعيد إنتاج المال وتدويره في المجتمع ليستطيع المجتمع أن يستعيد عافيته ومن خسروا أعمالهم يعودوا لأعمالهم ومن خسروا أيضا الوظائفهم ومشاريعهم يعودون إليه وهذا من شأنه أن يرفع مستوى الاقتصاد اليمن ومن شأنه أن يحسن ظروف ما بعد الحرب ظروف التعافي إن صح القول دكتور حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب اليمنية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك